من على عباده المؤمنين بخير الشهور وأفضلها وأعظمها بركة فيه تفته أبواب الجنان وتغلغ أبواب النيران وتصفد مردة الشياطين ولله فيه عتقاءٌ من النار في كل ليلة وفيه ليلةٌ العبادة فيها خيرٌ من ألف شعر من هرم خيرها فقد هرم والصلاة والسلام على خير من اغتنم هذا الشعر الكريم بصاله الأعمال القائل من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غفر له ما تقدم من دنبي وعلى آله الطاهرين وصحبه الأخيار ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين وبعد عباد الله لقد حص الإسلام على التنافس في الخيرات والتسابق إلى فعل الطاعات والقربات وخاصةً في شهر رمضان وقد تضافرت نصوصٌ كثيرةٌ من القرآن والسنة على ذلك قال تعالى السابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم وقال ابن القيم الجوزي رحمه الله السابقون في الدنيا إلى الخيرات هم السابقون يوم القيامة إلى الجنات ولقد كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالاً أعلى في المسارعة إلى الخير عن أقبة بن الحارس رضي الله عنه قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة صلاة العسر فسلم ثم قام مسرعاً فتخطى رقاب الناس إلى بعد هجر نسائه ففزع الناس من سرعته فخرج إليهم فرأى أنهم عجبوا من سرعته قال ذكرت شيئاً من تبر عندنا فكرهت أن يحبسني فأمرت بقسمته رواه البخاري أمبالماو أمبه سنواتي لباركما سنواتي لفسامانتي أمبالماو 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 تبرنا ترجمة نانسي قنقر 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 قنقر نانسي 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 قنقر اشتركوا في القناة 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 الحمد لله وكفاه وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى وبعد اخوة الإيمان اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة